هاي في الاول نعرفكم نفسنا احنا team nervous system من biomedical engineering department جامعة الكاهرة هنشارككم research من كورس الماث related بالpartial differential equations الresearch اللي احنا عاملينه هو modeling neuromuscular junction او ال-nmg طب ايه هو neuromuscular junction imagine ان المسلز هي عبارة عن group of workers والنروز هي الباص اللي بيديهم الانستركشن neuromuscular junction بقى ممكن نعتبرها هي meeting point ما بين النروز والمسلز او بالمعنى التوضيحي ازاي الباص بيقدر يتواصل مع الworkers ويديهم instructions في الresearch بتاعنا هنركز على مشاكل موجودة في neuromuscular junction وازاي استخدمنا ال-bde في اننا نعمل لها visualization هنفوكس بالضغط على مرض وهو المايستينيا جرافيس وده مرض مناعي هنا ال-immune system بيطلع antibodies بتعمل block the receptor sites في neuromuscular junction ونتيجة لده بيحصل muscle weakness وفي مراحل متأخرة بيحصل paralysis او شلل في بارت معين في الجسم او في الجسم كله دلوقتي خلينا نفهم ال-dynamics وغى ال-nmg زي ما قلنا ان ال-nmg هو communication point ما بين النيرفز والمسلز بس لما الجسم بيبقى عايز muscle تتحرك بيبعت signal في شكل chemical اسمه acetylcholine ال-acetylcholine ده هو عبارة عن neurotransmitter بيروح لحاجة شبه جاب صغيرة كده اسمها snaptic cleft snaptic cleft دي بيكون قبلها النيرف وبعدها المسل ساعتها المسل بتاخد order انها تعمل contraction وعشان ال-contraction ده ينتهي بيكون عن طريق انزيم اسمه acetylcholine موجود في snaptic cleft وده مسؤول انه يقصر ال-acetylcholine عشان ما يحصلش continuous signal ويوقف المسل انها تcontract في الماستينيا جرافس بقى ال-immune system بيعمل block the receptors اللي بيحتاجها ال-acetylcholine فال-simulation اللي بيحصل بيكون ضعيف وبالتالي بيحصل muscle weakness دلوقتي هننجي للmodel methodology وعشان نقدر نmodel ال-nmg استخدمنا ال-finite element method وهي mathematical technique عشان ننالايز ال-complex systems بشكل عام وفي ال-research بتاعنا قدرنا نفوكس على اننا نmodel diffusion parameters والgeometric features ومعاهم ال-dynamic processes بتاعت ال-nmg ال-finite element method بتخلي عندنا insights عن ال-interactions اللي بتحصل جوه والfactors اللي بتأثر عليها فلو هنتكلم briefly كده عن اللي قدرنا نعمله هو اننا قدرنا نوضح قد ايه ال-computational modeling هي حاجة مهمة في انها توضح ال-complexity بتاعت neuromuscular junction بيننا نستخدم mathematical methods مع physiological knowledge اننا نعمل تأثير في مجال neuromuscular research اخر حاجة نحب نقولها هو special thanks to كل اللي ساعدونا وبالاخص دكتور سماح ولو حد عايز يعرف details اكتر عن الموضوع ممكن يشوف github repo thanks for your time bye